من أخبارنا بقى الفترة ديات لأنه الفريق رجع وانتظم في التدريبات عشان يبدأ يستعد لمباراة الكاس مع تليفونات بنسويف الكابتن أحمد أيوب اللي انتوا شايفينه قدامكم هيتطلع بقيادة الأهلي قدام تليفونات بنسويف في الكاس وكابتن حسام البدري سفر إلى كندا عشان يطمئن على ابنته الحياة اللي استحمل علشانها كتير جدا وربنا يشفيها ويعافيها يا رب في كندا كابتن سيد عب حفيز بيرحب باللعيبة قبل المران في أول تدريب بعد العودة من المغرب الدكتور خالد محمود طبيب الأهلة بشمهندس قال أن حسام عشور نجم خط الوسط اللي غايب الفترة اللي فاتت بسبب الإصابة اللي كانت عنده بتمزق في العضلة الضم قال أنه هو تدريجيا بدأ يشارك في التدريبات الجماعية بعد تلات يام بالزبط هيكون منخرط تماما في التدريبات خلال تلات يام أيضا بالنسبة للمصابين علي معلول اللي كان بيعاني من إجهات في العضلة الخلفية غاب بسببها عن مباراة الوداد الدكتور خالد محمود بيأكد أنه معلولها يغيب أسبوعين فقط وإن شاء الله يكون بعديها جاهز للمشاركة ومش هيقدر يلعب مع منتخب تونس في مباراته المهمة جدا في تصفيات كأس العالم أمام ليبيا أيضا طبيب الأهلي قال بالنسبة للمروان المحسن اللي أثير عليه جدل كتير الفترة اللي فاتت هيرجع إمتى يتأخر ما تأخرشي قال مروان بشكل كامل هيكون موجود في التمرين يوم 15 نوفمبر يعني كمان عشر تيام يكون مروان موجود في التدريبات ويكون تحت أمر الكابتن حسام البدر والجهاز الفني لي منحوا الفرصة تباعا إن شاء الله اتقيت مروان بارح الصبح ولقيته سليم متضمر وزنه كويس مع نوايته عالية جدا طميني على نفسه وكرة وحشاء وهو قال أنا كان ممكن أنزل للتدريبات قبل كده ولكن نصيحة الدكتور أنه لازم تكمل الفترة تسعة تسعة تشعر حتى لو أنت شعر نك سليم حتى لا تعودك الإصابة الفترة الطبية القانونية خلاص دلوقتي يقول المتطفق إن عشان لا تعودك الإصابة بإذن الله لا تعوده تكون بقى التسعة شهور إن شاء الله هو أصيب في يناير يعني أصيب في كاس الأمم في نهاية يناير أو فبراير يعني برضو يدوب تسعة شهور هي بالنسبة لأكرم توفي أيضا لعب الخط الوسط هيخضع لأشعة إذا استمرت شكوى من ألام في الظهر والدكتور خالد محمود قال إنه إذا استمرت شكوى أكرم توفي هنعمل له أشعة هو بيشكو من ألام عضلية في الظهر حرمته من تدريبات الفترة اللي فاتت هيقد تدريبات تأهلية لمدة يومين وبعدها الدكتور يقرر أكرم محتاج أشعة ولا لا الإصابات دي زي ما تكون موضة يعني صليبي 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 وبعدين ضمة 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 الصليبي ده اللي محتاج لازم المهندس فرج عامر في سموحها باش مهندس عنده أربعة صليب لا ده أربعة عنده تمانية دلوقت يعني السنة اللي فاتت والسنة دي عدد مش طبيعي يعني الصليبي صابة لعينة ربنا يعني ما يوريهش لحد لكن كمان الشد الخلفية والضمة أنا بتكلم على الإصابات الموضة يعني من سنتين السمانة سمعني على السمانة شريف عفضيل غاب مدة طويلة جدا عشان السمانة وكذا لعيب بعديه بالسمانة حسام غالي وأعظم سيد معه يعني شاكر مين لكن دلوقتي الإصابة الموضة الجديدة الظهر يعني كذا حد دلوقتي يقول لك ألام في عضلات الظهر مش في الكرمبات في الظهر أحمد الشيخ أظن جالوا ودلوقتي أكرم الناس زغيرة شباب زغير عايزة تحليل صالح جمعة المصاب خط تدريبات تأهلية النهاردة أثناء تدريب الفريق وهو بيعاني من شد في العضلة الخلفية كان أصيب بيها في مباراة الأهل مع النجم الساحلي لو تفتكروا وإن شاء الله يدخل صالح الفترة الجاية أنيس الشعلالي المتخصص في أحمال أو التدريبات الأحمال البدنية في الآلي عمل فقرة خاصة بقى بقيت زي المستشفى بقى عمل كمان فقرة خاصة جدا للعيبة المقيدين في القائمة الأفريقية لكن يعني كانوا مسافرين وما شاركوش في مباراة الوداد علشان يبقى فيه تقنين للأحمال ما يبقاش كله بيتمرن نفس التدريب وكله بياخد نفس الجرعات البدنية الناس اللي سافرت ولعبت لها جرعة الناس اللي سافرت وما لعبتش لها جرعة الناس اللي ما سافرتش خلص وكانت موجودة هنا لها جرعة في الأحمال البدنية المختلفة باكى مهالين بي صديق المهندس عدلي باكى مهالين بي ده كل ما ينيجي عنده فرصة يشارك يسافر مع المنتخب كنا عاديين يشوفوا فكاس طيب سافر علشان ينضم لمنتخب الأولاد اللي حيلاعب السنغال في تصفيات كأس العالم كابتن سيد عب حفيز استمرارا لحالة التركيز اللي بيأملها دخل صفوف الفريق فرض حظر إعلامي على كل اللعيبة حدش يتكلم في الجرائد نفيش حوارات في المدخلات وغيره وغيره في التعاطي الإعلامي علشان معروفة أنه بعد خروج الفريق من بطولة زي كده لو اتفتحت المسألة الولولة هتكتر والكلام هيتأول كتيرا وانت داخل في بطولة عندك الكاس وعندك الدوري وعندك اللعيبة الدوليين كمان هيتأجه منشرة للمنتخب فبالتالي لمزيد من التركيز أو علشان يقدر الفريق يتفرر للمهام المتدخلة استمر في الحظ الإعلامي شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي خاطب نادي تليفونات باني سويف علشان يطلب نقل مباراة الأهل وتليفونات باني سويف اللي هتكون يوم الجمعة طلب نقلها إلى أستاذ الخاهرة بدلا من بيترو سبورت وبينتظر وصول موافقة تليفونات باني سويف خلال الساعات القليلة القادمة مباراة الكاس بقى يوم الثلاث سبعة نوفمبر